بعد الحرب العالمية الثانية ومنذ عام 1941 ولغاية عام 1948 وخلال مدة ثمان سنوات كان هناك 259 هجوما إرهابي قد تم تبنيه من قبل إرهابيين يهود ومن قبل العديد من المنظمات كمنظمة إيغنون وستيرن جانج وهاجانا ونعلم بشأن التفجير الشهير لهوتيل الملك داود والذي وقع بتاريخ الثاني والعشرون من الشهر السابع في عام 1946 وتم تبنيه من قبل منظمة إيغنون تحت قيادة منح بيغن والذي قتل فيه واحد وتسعون شخصا بريئا منهم ثمانية وعشرون شخصا كانوا من البريطانيين وواحدا وأربعين شخصا كانوا من العرب وسبعة عشر شخصا كانوا من اليهود وخمس آخرون فجماعة إيغنون قاموا بارتداء زي العرب ليظهر كما لو أن المسلمون هم من قاموا بالتفجير والشخص المسؤول كان منح بيغن وقد كان أكبر تفجير إرهابي ضد تاريخ الانتداب البريطاني والذي قتل به واحد وتسعون شخصا وفي ذلك الوقت فلقد دعي منح بيغن على أنه الإرهابي رقم واحد من قبل الحكومة البريطانية ولاحقا وبعد بضعة سنوات فلقد أصبح رئيس وزراء إسرائيل ولاحقا وبعد بضعة سنوات فلقد حصل على جائزة نوبل للسلام تخيل شخصا قام بقتل المئات والآلاف من الأبرياء يصبح رئيس وزراء إسرائيل ولاحقا فإنه يحصل على جائزة نوبل للسلام ومعظم المجموعات التي كانت تقاتل مثل ستيرنغانغ وإغنون وهاغانا فجميع هذه المجموعات اليهودية وقادتهم مثل يتس حكرابين ومنح بيغن وإيريال شارون فلاحقا قد أصبحوا رؤساء للوزراء وأصحاب رتب عليا في دولة إسرائيل وجميعهم كانوا يقاتلون من أجل دولة يهودية فإذا رأيت خريطة العالم قبل عام 1945 فإسرائيل لم يكن لها وجود إسرائيل لم يكن لها وجود وهذه المجموعات اليهودية كانت تتم دعوتهم بالإرهابيين من قبل البريطانيين وكانوا يقاتلون من أجل دولة يهودية ولاحقا وبالقوة فقد قاموا باغتصاب الأرض وطردوا الفلسطينيين خارجا والآن فنفس هؤلاء الأشخاص يدعون الفلسطينيين الذين يقاتلون من أجل قضية أكثر من عادلة لاستعادة أرضهم يدعونهم ويصنفونهم على أنهم إرهابيون من قبل الإسرائيليين تخيل هتلر قام بحرق ستة ملايين يهودي وقام بطرد المجتمع اليهودي للخارج فلماذا كان عليهم أن يأتوا لفلسطين والفلسطينيين رحبوا بأبناء عمومتهم بأيد مفتوحة فإذا كان عليهم أن يأخذوا أرضا ما فيجب عليهم أن يرجعوا لألمانيا يجب عليهم أن يعودوا لأوروبا الفلسطينيون قد رحبوا بأبناء عمومتهم تخيل ولنفترض بأن زائرا قد جاء لبيتك ولكونه غريبا فأنت ترحب به في منزلك وبعد بضعة أيام يقوم بطردك خارج منزلك وعندما تبكي عند عتبة الباب وتقول أريد أن أستعيد بيتي يدعوك الناس بالإرهابي هذا ما يحدث اليوم بالضبط فالفلسطينيون يدعون اليوم بالإرهابيين لماذا هم فقط يريدون استعادة أرضهم وما يسمى بالبشرية معظم هذه الدول القوية من العالم الأول فهم يوافقون على هذه القضية الظالمة